ذات المواقيت بدي أن نتحدث أنه يعني أحيانا يكون منزل الإنسان دون المواقيت ماذا يفعل هذا الشخص النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا و نص عليه و من كان دون هذه المواقيت فيحرم من حيث أنشأ يعني من حيث أنشأ نيته فمن كان مثل أهل الشرائع و مثل أهل الهدى نطقة الهدى في الطائف و غيرها من المناطق التي تكون بين مكة و بين المواقيت فإنهم يحرمون من مكانهم و أيضا أهل مكة يحرمون منها فيما يتعلق بالحج أما ما يتعلق بالعمرة فبعض أهل العلم نص على أنهم يخرجون إلى أقرب الحل كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسلها مع أخيها عبد الرحمن و أحرمت من منطقة تعرف اليوم بالتنعيم و كانت هي الأقرب إلى المكان الذي كانوا فيه و إلا يحرم الإنسان من أقرب الحل فالإحرام لمن كان دون المواقيت من مكانه مثل أهل الشراء يحرمون من مكانهم و المناطق الأخرى و المحافظات و القرى يحرمون من مكانهم ما داموا أنهم دون المواقيت و أهل مكة يحرمون بالحج من مكة يحرم من بيته و أما في العمر فيخرج إلى أقرب الحل فيحرم من خارج حدود الحرم هذا ما يتعلم